السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم عزيزيز المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي غدا إن شاء الله بإذن الله أولى مباريات منتخب سوريا الأول مع الكادر الفني الجديد بقيالة هيكتر كوبر دايماً أول مباراة مع الكادر الجديد بيكون لها خصوصية شوي الحقيقة إن مباراة سوريا وطايلاند بكرة إن شاء الله واللي هتتلعب على ملعب راشد آل مكتوم بدبي والساعة 9 مساء بتوقيت سوريا الساعة 10 بتوقيت الإمارات هي أكبر من مجرد مباراة ودية مع خصم إن شاء الله بإذن الله هيكون بسيط زي منتخب تايلند أنا بقول منتخب بسيط يعني دي المرة دي بقى على مسئولية الشخصية على مسئولية الشخصية إن منتخب سوريا بكرة هيعمل أداء حلوة جداً وهيفوز في المباراة دي بإذن الله إن شاء الله مش هيفوز فوز مبهر أو أداء مبهر أو هيعمل نتيجة ما حصلتش لا هيفوز وهيقدم وجبة كروية جيد أنا جايب منين السقة دي جايب السقة دي بصراحة من خلال رؤيتي المتواضعة للأربع أيام تدريب اللي فاته وطبعاً سهل جداً إن أي حد يقولي يعني هو شوية الصور بتاعت التمارين والتدريب واللعيبة وهي مبتسمة وعمر السومة وهو بيحتفل بعيد ميلاده وسط اللعيبة وهما بيضربوه لما عد من الممر الشرفي هل الحاجات دي تكفي إن إحنا نقول إن منتخب سوريا كويس؟ وهيفوز هقولك واصدمك إن الحاجات دي هي اللي نقصة منتخب سوريا أصلاً يعني منتخب سوريا ما عندهوش مشكلة فنية ما عندهوش مشكلة في اللاعبين بتوعه ما عندهوش مشكلة في اللياقة البدنية بشكل كبير زي ما إحنا متخيلين منتخب سوريا عنده مشكلة في الدافع هو ما عندهوش دافع اللعيبة ما عندهاش دافع إن هي تلعب هو يلعب ليه؟ عشان يمثل منتخب وطنه منتخب سوريا طب واللعيب المحترف اللي هيلعب مباراة وهو عارف إن دي ممكن تكون آخر مباراة في مسارته زي مثلا ملهم بابولي مثلا أو زي بلال حلبوني قبل كده لكن لما بنتكلم عن كادر فن احترافي وبنتكلم عن قائمة فيها عدد كبير من المحترفين تقريبا كل اللاعبين محترفين باستثناء خمس لعيبة هما اللي محليين إنت دلوقتي بتتكلم في إطار كرة قدم هتتلعب بكرة كرة قدم احترافية وبتتكلم من خلال وعود ضمنية ما بين هكتور كوبر والكادر الفني واللعيبة إن انتم معايا الكويس منكم هيستمر لا مجال بأي حال من الأحوال إن احنا نخلي لعب يلعب هو مستوى وحش حتى وإن كنتوا شايفين إن بعض من الأسماء في قائمة منتخب سوريا أقل من المستوى فأنا بقول لكم هيلعبوا مباراة تايلاند والوحش مش هيكمل لمباراة البحرين قولاً واحداً وده لإن هكتور كوبر مش هيغامر بمستوى ومش هيغامر بشكله وهايبته في كرة القدم العالمية لأنه ممكن ببساطة هكتور كوبر يسيب منتخب سوريا بعد انتهاء عقده ويروح يدرب منتخب السعودية عادي جداً يدرب منتخب إيران عادي جداً يرجع يدرب منتخب مصر كل الأمور في كرة القدم وردة كل الأمور وردة وبالتالي أنا أرى أن منتخب سوريا بكرة هيقدم أداء جيد وده لإن هكتور كوبر استطاع من وجهة نظر المتواضعة أنه ينتاشل اللعيبة من حالة الفشل المستمر اللي عانوا منها لكم أن تتخيلوا أن منتخب سوريا في آخر سبع مباريات مع الكابتن حسام السيد لم يحقق فوز واحد ست خسارات متتالية وتعادل أخير يعني بائس مع منتخب أعتقد سلطانة عمان ست مباريات خسارة خسارة أداء ونتيجة ومستوى واللعيبة ما كانتش بتقدم كرة قدم يعني تحت أي ظرف اللي بيلعبوه ده لا يصنف على أنه هو يعني كرة الشوارع أحسن كرة الأحياء الشعبية عندنا هنا في مصر أفضل وبالتالي اللعب بكرة هيكون على الأمور النفسية رسالتي لجماهير منتخب سوريا وأنا واحد منهم لا تتعجلوا ما تستعجلوش على هيكتور كوبر لو بكرة منتخب سوريا فاز واحد صفر وقدم أداء كويس لحد ما تعالوا نسقف ونقول والله رائع كويس أول فوز من ثمن مباريات ولا من سبع مباريات لكن إن إحنا بكرة نقيم المنتخب ونقيم الكادر من مباراة تايلاند أول مباراة لهكتور كوبر صعب صعب جدا جدا تعالوا نتكلم في أهم نقطة وهي القائمة اللي هتشارك بكرة بإذن الله إن شاء الله القائمة اللي هتشارك بكرة من وجهة نظري الشخصية تقدر تعرفها من خلال اللي هي بيسموها القائمة الأولية والتدريبات فيه لعيبة بتبقى لابسة لون أصفر لعيبة لابسة لون أزرق وفيه لعيبة بتتكرر كتير أسماءها في القائمة فيه لعيبة كتير بنشوفهم في التمرين دايماً بيلعبوا معاهم الكور مين مثلاً اللي هيبدأ بكرة تعالوا نبدأ الأول ونتكلم عن مركز حراسة المرمى طبعاً مركز حراسة المرمى بالنسبة لي من المركز المحسومة والكل عارف إن إبراهيم علمى بكرة هيلعب ليه هيلعب إبراهيم علمى لأنه الأفضل نقطة انتهى طبعاً بالمناسبة كنا من حوالي شهرين بنقول إن أحمد مدنية أفضل وإن هناك حراس أفضل من إبراهيم علمى وإن إبراهيم علمى مستوى متراجع ولكن بعد أن جربنا أحمد مدنية وجربنا أيضاً مكسيم صراف نستطيع أن نبصم وأن نقول بالعشرة زي ما بيقولوا إن إبراهيم علمى هو الأفضل مش هنعتذر لإبراهيم علمى ونقول له إحنا أسفين إحنا كنا بنتعامل معاك على إنك حارس عادي أو أقل من العادي لا هو كان حارس مش كويس بصراحة يعني هو خلال مباريات كتيرة في التصفيات الأخيرة كان بيتسبب في خسارة واضحة يعني ولكن على ناحية أخرى هو أفضل الموجودين إبراهيم علمى هيكون أساسي وطبعاً هو اختيار عصام الحضر يعني هل ممكن نشوف بكرة مكسيم صراف مش بها مستحيل يعني هل ممكن نشوف أحمد مدنية مش نديش يقين في الأمر ده برضو من الأسماء اللي هتلعب بكرة بكل تأكيد واللي الكابتن هيكتور كوبر قال اسمه أكتر من مرة في المؤتمر الصحفي عمرة ميداني أنا عارف إن عمرة ميداني من وجهة نظر كتير من أهلنا في سوريا لاعب مش كويس مستوى ضعيف وعنده أخطاء كتيرة لكن فكروني كده وقلولي يا ترى في المنتخب فيه كامل عيب بنفس مستوى عمرة ميداني لعيبة كتيرة جداً جداً مستوى متواضع مستوها عادي وأقل من العادي وبالتالي أنا مش هتحامل قوي ولكن على ناحية أخرى عمرة ميداني عنده فرصة للمرة العشرين إنه هيعمل أي أداء كويس مع منتخب سوريا ويبين لنا كرامة واحتمال يسجل هدف حاجة كده يعني خيال أنا صرحت بخيالي كده وقلت إن إبراهيم علمة بكرة هيلعب وإن عمر ميداني هيلعب وهيسجل هدف على تايلاند بكرة ولو هو سمعني دلوقتي بقى يتبسط يعني عندنا كمان بكرة إن شاء الله هيلعب سائر كوروما بكل تأكيد عندنا عبدالله الشامي أتمنى إن أنا أشوفه أتمنى إن أنا ألاقيه أساسي بإذن الله وكمان خالد كردغلي وعمر جنيات وعبدالرحمن ويس الدفاع بكرة هيكون غالب أكتر مش لإن هيكتور كوبر راجل مدافع ولكن لإن هو لسه بيشم نفسه مع منتخب سوريا ولسه بيستكشف المنتخب سيبكم من التمارين والتدريبات والكلام اللي تلعب ده كله محترامي يعني للجمل التكتيكية اللي اتمرانوا عليها والأمور دي كلها يظل الدور الأكبر لهكتور كوبر والكادر الفني بكرة وفي التمارين اللي فاتت إن هم يرفعوا من حالة اللعيبة المعنوية مش أكتر من كده كمان عندنا إن شاء الله بكرة هيلعب محمود المواس بكرة كمان هنشوف أوليفر كاسكاو هنشوف سيمون أمين هنشوف أيضا بإذن الله عمار رمضان وعمر خريبين وعمر أسومة طبعا بكل أسف وأعتقد إن كلكم تابعتم إن محمد عثمان بكل أسف تعرض لإصابة بالتهاب خلوي في القدم اليومنا يعني دعوتنا لي بالشفاء العاجل وهو عاد إلى الأراضي التايلندية وأنا يمكن كان عندي شوية علامات استفهام على إيه اللي خل محمد عثمان يأتي إلى المعسكر في الإمارات رغم إن هو عنده إصابة من تايلند وعنده كمان تقارير طبية وكده لكن واضح إن محمد عثمان كان لآخر لحظة بيتمنى إن هو يلعب مع منتخب سوريا يعني أنا مش شايف إن ده احتراف بصراحة ولكن هي دي كرة القدم يعني يعني بيحصل أمور في الأوقات الأخيرة إن شاء الله يرجع زي مكان وأفضل ويلعب تاني مع منتخب سوريا ومن الأمور أيضا اللطيفة جدا جدا إن إحنا عندنا بكرة لعيبة مميزين جدا هيلعبوا مع بعض يعني عندنا عمر خريبين وعندنا عمر السومة عندنا ملهم بابولي عندنا سيمون أمين عندنا أوليفر كاسكاو عندنا عمار رمضان وعندنا عبد الرحمن ويس لعيبة كلهم محترفين برا الدول العربية يعني أوليفر كاسكاو في السويد عبد الرحمن ويس في اليونان سيمون أمين أعتقد إن عادل السويد أو النرويج عمار رمضان بيلعب في سوليفاكيا يعني أنت عايز ملهم بابولي بيلعب في كندا يعني أنت عايز إيه أكتر من كده يعني عندك ستة أو سبع لعيبة محترفين برا الدول العربية محترفين في دورات كبيرة دورات كبيرة وممتازة أيضا بيعملوا أداءات كويسة جدا يتبقى فقط إن هيكتر كوبر يسكن اللعيبة دي في أماكنها بمناسبة تسكيل اللعيبة في أماكنها أنا أرى أن العبء الأكبر في المباريات المقبلة على منتخب سوريا هيكون على اللعيبة فقط يعني ما أعتقدش إن إحنا هنرتكب نفس الأخطاء اللي فاتت ونقعد نقول إن المدرب سيء وإن هيكتر كوبر غير جيد وإن هو مدرب متواضع وإن هو منتخب عادي لا 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 اللعيبة عندك كادر فني محترف عندك كادر فني وكمان عليه كادر محلي مية مية ما فيهوش أي خطأ ما فيهوش أي خطأ ولديه إنجازات كبيرة سواء مدرب حراس المرمى أو المدرب العام أو المدرب المساعد الأول أو محلل الأداء الأجنبي أو مدرب حراس المرمى يعني إنت عندك كادر مية مية ما فيهوش أي خطأ خالص يتبقى فقط اللعيبة ويمكن الأستاذ لطفل إستواني في حلقة أول أمس واللي أعتقد إن أغلابكم شافهم يعني لمس النقطة دي يعني اتكلم في أكتر من نقطة ودي من أحلى الحلقات اللي عملها الأستاذ لطفل إستواني بوجهه له تحية يعني وتقدير وبسلم عليه وبقول له كل سنة وانت طيب هو حط إيده ولمس النقطة الأساسية اللي هي اللعيبة لازم تلعبه لازم تقتله في أرض الملعب لازم تلعبه مباراة تايلند بكرة وكأنها مباراة في كأس العالم وكأنها مباراة في كأس أسيا مش معقولة إن أنت تمر بالمباراة الودية وتتعامل معها لأنها مباراة عادية ناس كتير بتتعامل مع المباراة الودية على أنها مباراة عادية سهلة إن برحل برتغال لعبت والأرجنتين لعبت مع بنما وإنجلترا لعبت مع إيطاليا أنت تشوف المباراة ما تقولش إن دي مباراة الودية لا لا الناس دي بتلعب كأنها بتلعب كأس عالم حتى الجماهير اللي حضر المباراة لا أنت بتتكلم عن كأس عالم مش عن مباراة الودية أتمنى منتخب سوريا يلعب بكرة بنفس الروح روح إن هو مش بيلعب كرة الودية أو مباراة كده سد خانق أو عشان ينطقوا لعيبة خلاص إحنا دلوقتي عندنا الخمسة وعشرين لاعب أو الأربعة وعشرين لاعب المتبقيين هم دول خلاص خلاصة كرة القدم السوريي سواء على مستوى المحليين أو المحترفين مش هيكون عندنا اختلافات كبيرة يعني على الأغلب ممكن يضاف إلى ده ثلاثة أو أربعة لعيبة تاني بعد كده لكن إحنا عندنا الجسد الأساسي لمنتخب سوريا هم دول الأربعة وعشرين لاعب أو الخمسة وعشرين لاعب دول في نهاية الحلقة بشكركم جداً على حسن المتابعة بعتذر لكم إذا كان الواحد تعبان أو مرهق يعني أنا بسجل بعد الفطار دمتم في أمان الله ورمضان كريم عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته